اجتماع أمني طارئ دعا إليه الرئيس الأوكراني الانتقالي أوليكساندر تورتشينوف لبحث التصعيد في شرقي البلاد من قبل الموالين لروسيا في كارماتسوك فتح مجهولون النار على الإدارة المحلية وردت الشرطة وجار تبادل لإطلاق النار بحسب مأفد وزير الداخلية أرسين أفاكوب أما في سلافينياسك فقد أكدت الشرطة الأوكرانية في وقت سابق أن مسلحين موالين لروسيا استولوا على مبنيين أمنياني في المدينة واستطاعت مجموعة من المسلحين السيطرة على مركز للشرطة واستولت على مئات الأسلحة يقول هذا المتظاهر الناس تريد أن تعيش بسلام وهدو دون الحكومة الجديدة في كييف التي استولت على السلطة الناس لا يريدون أن يكون تحت إمرة الغرب أو أمريكا ولا نريد أن نكون عبداً لهم نريد أن نكون مع روسيا نيليا شتيبا عمدة مدينة سليفانياسك الموالية لموسكو أكدت أن المهاجمين لم يأتوا من روسيا بل هم سكان محليون قدموا من مدن قريبة وقالت أعتقد أنه لا يجب أن نخاف من الناس الذين أتوا إلى هنا إنهم مواطنون عاديون من دوني تسيك وليسوا من روسيا إنهم من سلافنيسك وكارماتسوك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر